مرحباً بالجميع ومرحباً بكم في Excel Minute. في فيديو اليوم، سنرى كيف يمكن أن يؤدي استخدام ChatGPT إلى تحسين تجربة مستخدم Microsoft Excel. نحن نعلم مدى صعوبة التنقل في وظائف Excel المعقدة، ولكن باستخدام ChatGPT ستتمكن من الحصول بسرعة على إجابات لأسئلتك ونصائح لأتمتة مهمتك. لهذا، سأعرض لكم ثلاثة أمثلة للاستخدام الملموس من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً. لذا ابقى معنا لتكتشف كيف يمكن أن يساعدك ChatGPT في أن تصبح محترفاً في Excel في أي وقت من الأوقات، حتى إذا كنت لا تعرف الكثير عن البرنامج. إذن ما هو ChatGPT؟ إنها أداة محادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي وستنتج إجابات ونصوصاً حسب ما نطلبه. لقد كان متاحاً على أحد مواقع الإنترنت منذ نوفمبر 2022، وما سنراه اليوم هو كيف يمكن لهذه الأداة مساعدتنا في حل المشكلات في تكسل. إذا كنت لا تزال تشك قليلاً في التكنولوجيا، فاعلم أنه هو الذي كتب النص التقديمي لهذا الفيديو. لكن قبل المضي قدماً، لا تنسى الاشتراك في القناة. هناك أكثر من تسع أشخاص من كل عشر يشاهدون مقاطع الفيديو غير المشتركين. لذا اشترك، فهذا يعطي القليل من الإدهام للقناة. شكراً لك. لذلك سنبدأ بالاتصال بالأداة، وسنذهب إلى موقع أوبناتكم، ثم نضغط على تجربة ChatGPT. سيتعين علينا تسجيل الدخول. لذلك من الممكن إما إنشاء حساب أو الاتصال مباشرة بحساب كوكل أو بحساب ميكروسوفت. سنستخدم هنا حساب كوكل الخاص بنا وقائمة وإكسل وسننتهي في الواجهة. سنكون قادرين على طرح سئلتنا على تشات جيبيتي في المستطيل أسفل الشاشة. لذلك سنبدأ بالمشكلة الأولى في إكسل. سنجد هنا جدولاً للخلايا من إيه واحد إلى إيه تسع والذي سيجمع مبالغ المبيعات. ما نريده هو أن يكون لدينا في الخلية بإثنين المبلغ الإجمالية لهذه المبيعات. لذا ما سنفعله هو طرح السؤال على الأداة في التفوق ما هي الصيغة التي يجب أن استخدمها إذا كنت أرغب في تحقيق مجموع المبيعات. سنخبرها أن بياناتنا موجودة بين الخليتين إيه إثنين وإيه تسع ونريد أن يظهر المجموع في صيغة إيثنين. نحدد أن التفوق لدينا باللغة الفرنسية. كما ترون، بمجرد أن مطرح السؤال، تبدأ تشات جيبيتي وسوف تصيغ إجابة. إذن ما يخبرنا به هو أنه يجب علينا استخدام دلة الجمع وتعطينا بالضبط الصيغة التي يجب استخدامها، وسينحنا أسفلها مزيداً من الدقة في ما هي الصيغة وكيف تعمل. سنقوم فقط بنسخ ولسق الصيغة في قسم دي إثنين. نرى على الفور أن الصيغة تعمل بشكل جيد للحصول على مجموع مبلغ كل المبيعات. في هذا المثال الثاني نجد دائماً نقدار مبيعاتنا في العمود همزة. من ناحية أخرى، سنضيف تعقيداً صغيراً حيث سنجد في العمود بأنواعاً من المنتجات. كما نر، لدينا شركة غزيرة الإنتاج تبيع الأغطية والثلاجات والساعات. ما نريده هنا هو في الخلية إثنين للحصول على مجموع مبيعات منتجات القبعات. مرة أخرى، بكل بساطة في أداة تشات جيبيت الخاصة بنا، سمطرح عليها السؤال. أريد أن أجعل مجموع مبيعات منتجات القبعات. أشير إلى أن حجم المبيعات موجود في الخلايا من A2 إلى A9، وأن نوع المنتج موجود في الخلايا من B2 إلى B9. سنشير أيضاً إلى أننا نريد إجراء هذا المجموع في خلية A2. ثم نحدد أيضاً أننا نستخدم حالياً برنامج أكسل باللغة الفرنسية. نضغط دخول. مرة أخرى، يستجيب لنا تشات جيبيتي على الفور. يخبرنا أنه لتحقيق مجموع مبيعات منتجات قبعات في خلية A2، يجب علينا إدخال الصيغة التالية. يخبرنا مرة أخرى ببعض التفاصيل حول استخدام هذه الصيغة. ما يمكننا رؤيته متحفظة تماماً، ولكن هناك خطأ بسيط في الصيغة التي قدمتها لنا تشات جيبيتي للتوم. أستخدم إكسل باللغة الفرنسية، وكما ترون في المساعدة التي قدمها لإكسل، بين الحجج المختلفة لوظيفتي، يجب أن استخدم الفواصل المنقوطة. من ناحية أخرى، قدمت لي تشات جيبيتي صيغة تستخدم الفواصل المنقوطة بين الوسيطات. سيؤدي ذلك إلى إنشاء خطأ في إكسل. عندما نحاول على الفور، كما ترى، يظهر خطأ لدينا. إذن ما سنفعله؟ سنشير إليه للدردشة مع الجيبيتي، سنخبره أن الصيغة لا تعمل. ثم في هذه الحالة، الأمر بسيط للغاية، وليس خطأاً كبيراً، وما زلنا سنشير إلى مصدر المشكلة. كما ترى، ستجيب تشات جيبيتي مباشرة من خلال الإشارة إلى أنه في الواقع في إصدار إكسل باللغة الفرنسية، يجب أن تكون الصيغة مختلفة وترى أنها تأتي لإجراء تصخيح حيث استبدلت الفاصلة بالفاصلة المنقوطة. لذلك سنفعل نفس الشيء، سنقوم بعمل نسخة ولسق من هذه الصيغة، وكما يمكننا أن نرى كل شيء يعمل بشكل مثالي. بالنسبة للمثال الثالث والأخير، سنحاول حل مشكلة أكثر تعقيداً. ما نريد القيام به هنا مع تشات جيبيتي هو أتمتة إجراء، مهمة متكررة باستخدام ماكرو. لا يزال لدينا في الخلية إثنين إجمالي مبيعات القبعات، ما سنطلبه من تشات جيبيتي هنا لإنشاء أتمتة لإرسال إجمالي مبيعات القبعات عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التال. لذا مرة أخرى، سنطلب منه ببساطة ونخبره بما نحتاج إليه، وأتمتة إجراءاً باستخدام وحدة ماكرو. إذن يمكننا رؤيته هو أنه في البداية سيجيب علينا قليلاً هو مبدأ المكر، ثم كيف يمكننا إنشاء ماكرو. ولكن ما سنحاول القيام به هنا هو أن نأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك ومطلب منه أن يعطينا الكود مباشرة. فهل يمكنه أن يعطينا الكود لإرسال قيمة خلية إيثنين تلقائياً عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الموجود في خلية إي خمس؟ لذا مرة أخرى، سنحدد طلبنا قليلاً، سنخبره أن هذا هو مقدار مبيعات قبعاتنا، وسنخبره أننا نريده أن يعرض القيمة بالدولار. كما ترى، هذه المرة يجيبنا تشات جيبيتي، ولكنه سينشئ تلقائياً رمزاً بنفسه. ويوضح لنا مرة أخرى أنه سيتم استخدام هذا الرمز لإنشاء بريد إلكتروني جديد مع مستلم وموضوع لإرسال رسالة ثم إرسال المعلومات التي طلبناها مباشرة. إذن ما سنفعله الآن؟ كما أخبرتك، سنقوم بمحاكاة أنه ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي يتعين علينا وضع هذا الرمز فيه، ولا نعرف على الإطلاق ما يجب أن نفعله به. نحن فقط سأطرح عليه السؤال أين يجب أن ألصق هذا الرمز. بكل بساطة ما علاقتنا به. مرة أخرى، ستجيب الأداة علينا مباشرة وستعطينا الخطوات الواضحة للمجيء ودمج هذا الرمز في محرر فيديا. إذن ما سنفعله هو اتباع ما يخبرنا به خطوة بخطوة، لذلك سنفتح علامة تبويب المطور، وسنضغط على إدراج وحدة، وسنلصق الكود، ونحن يمكننا حتى نسخه مباشرة ولسقه وهناك ما سنراه عندما نعود هنا في برنامج أكسل إذا نقرن على ماكر ونرى أنه يوجد بالفعل ماكر وتم إنشاؤه لذلك سنقوم بتشغيله ونرى في على النظرة المستقبلية وعلى الفورة لقينا للتو بريدا إلى كترونيا. العنوان هو مقدر مبيعات لحد الأقصى والذي يعطينا تماما كما طلبنا حجم مبيعات لحد الأقصى المشار إليه في جدولنا. حتى نتمكن من إجراء اختبار مرة أخرى، سنقوم بتغيير قيمة بعض مبيعات الأحرف الاستهلالية حتى يتم تحديث الخلية إيثنين حتما. سنعود إلى المكر الخاص بنا، وسوف نرسل بريداً إلكترونياً على الفور، ونتطلع إلى إرسال البريد ثم نستلمه بالمقدار الجديد من الحدود القصوى. كما ترون، حتى لو لم تكن لدينا معرفة ببرنامج أكسل، فإن تشات كت هي أداة ستسمح لنا بالإجابة على بعض مشكلاتنا المتميزة. لذلك سنستمتع قليلاً، سنخبره أننا بحاجة إلى خاتمة صغيرة لمقطع الفيديو الخاص بنا، سنرى ما يخبرنا به. ما يمكننا رؤيته هو أنه لا يزال مجنوناً تماماً. سأغلق الفيديو فقط من خلال مطالبتك بعدم نسيان الإدهام الصغير إذا أعجبك الفيديو وإذا كانت لديك أسئلة حول ما رأيناه اليوم، فلا تتردد في وضعها في التعليقات. شكراً لك